ها 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 القرآن يغيرنا لطريق الخير يوصلنا وللفردوس يدخلنا القرآن يغيرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا مع القرآن يغيرنا وسائل واساليب التغيير في القرآن الكريم المقصد العظيم جدا اللي قلناه ان ربنا سبحانه وتعالى يغيرنا بتلاوتنا للقرآن وتدبرنا لي نتكلمنا المرة اللي فاتت عن ضرب الأمثال بأناس عاشوا أناس أعيان لهم حياة ولهم تطبيق لمعاني القرآن من خلال حياتهم هذه الأنبياء الصالحين الصالحات كل هذه النماذج اللي لها أسماء بعنى وأنا نفي نوع تاني من ضرب الأمثال برضو ومن أهم وسائل التغيير في القرآن اللي احنا ماشيين فيها بعدنا دي تالت حلقة نتكلم فيها ضرب الأمثال لكن هناك أمثال لشخصيات ليست لها أسماء محددة أو معروفة لكن صفات صفات ربنا بيذكرها عن هذه النماذج أو هذه الشخصيات اللي ممكن أي حد فينا يطبقها أو يكون من أهل هذه الأوصاف لو طبق المطلوب أو ما ذكر من تفاصيل عن هذه الشخصيات من أشهر الأمثلة عشان نبدأ نتكلم كلام عملي وعشان لما نلاقي حاجة شبيهة في القرآن تنور زي ما قلنا نحن نحاول ننقض ضوء عن وسائل على وسائل التغيير في القرآن أشهر الأمثال على ده اللي جاء في آخر سورة الفرقان قول الله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما نموذج عباد الرحمن ربنا في هذه الآيات لم يذكر اسم ما قالناش إن فيه فلان وفلان وفلان هما عباد الرحمن دول لكن ذكر أوصاف والأوصاف دي ممكن أي حد قدر يطبقها ينطبق عليه إنه هو من عباد الرحمن هؤلاء ربنا يجعلنا جميع منهم من الملحوظ دايما في النوعية دي من النماذج القرآنية إنها بتبقى لها غرض تغييري مهم وهو إعلاء الهمة ما بتبقاش نماذج عادية ناس عادية كده عاشت كده من غير قيمة لا هتلاقي تعبد مختلف هتلاقي أخلاق مختلفة هتلاقي قيم مختلفة وكلها بتشترك في معنى علو الهمة عشان كده ممكن نخلي الوسيلة دي وسيلة تغيير بإعلاء الهمم إن القرآن يغيرنا بإعلاء هممنا من خلال ضرب أنثال لصفات ممكن مش كلنا بنقدر نحققها بس ينفع نحققها وينفع نبتغي تحقيقها تعالوا نشوف كده المثل اللي ضربناه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما ده نموذج أخلاقي إنه لما به خطب الجاهلين يعني بيتعامل معهم برقي قالوا سلاما وإنه هو بيمشي على الأرض هونا نموذج لتواضعهم وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما ولذين يبيتون لربهم سجدا وقياما هي دي شوف الكلمة هو ما قالش ولذين يقومون الليل مش مجرد قيام لا دبايت بيتعبد لله هي ده المعنى اللي عايزة تكلم عنه إنه ممكن القرآن يعلي هممنا جدا لدرجة بعض الناس يقول ده أكتب أنا ما بقدرش أعمل كده آه بس ممكن تعتبرها غاية ممكن تعتبرها مثل أعلى نفسي أبقى كده نفسي حتى أجربها في يوم إنه نبات أصلي لربنا سبحانه وتعالى المعنى لا مهم في حياتنا لأنه برضو مش دايما الصح إن احنا نقلل قوي نقلل قوي فيبدأ خلاص الأمور ما فيش كده ما فيش تنافس وهنتكلم في حلقة جاية عن المسارعة والتنافس لكن المعنى هنا في الأمثلة القرآنية دي إنها بتبقى درجات عالية وربنا بيقول هم درجات عند الله هنا درجة مختلفة شوية عايزين نبدأ نعلى بقى شوية تشوف شوف المتابعة بين عبادة عظيمة جدا وهم بيقوموا الليل طول الليل لدرجة أن ربنا يقول يبيتون لربهم سجدا وقياما وشوف برضو خوفهم من ربنا سبحانه وتعالى يعني العبادة دي ما خليهمش يتكبروا ما خليتهمش يقولوا خلاص دحنا زي ما قلنا مكاغاس سلين وضمين جنة لا يبيتون لربهم سجدا وقياما ويقولون ربنا انصرف عنا عذب جهنم إن عذبها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما بعدين ربنا يضرب لنا مثل بتوسطهم في الدنيا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما على طول انفقهم في نوع من القصد في نوع من التوسط لهو مسرف ولهو بخيل وبعدين يبدأ ربنا يكلمنا عن ولذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يأذنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلط فيه مهانا كبائر اتعملت بس سعادوا بعدين إلا من تاب وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته بحسنات وكان الله غفورا رحيما يبقى شوف التكامل بين الأخلاق وبين العبادة وبين الخشية اللي موجودة في القلب وبين التوسط في الدنيا وبين خلي بالك اللي بعدها إيه وبين التوبة والعودة لو أثر ما كل واحد عشان برضو يفضل النموذج رغم علوه وهمته واقعي قال لا الناس دي ممكن تغلط الناس دي ممكن وحنا نتكلم عن وسيل التغيير جاي اسمها الواقعية واقعية القرآن لكن شوف هنا نستحضرها كده بعدش في الجزئية دي إنه ممكن يغلطوا وممكن يعملوا كبائر بس لما بيعملوها بيتوبوا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئتهم الحسنات وكان الله غفور رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه فإنما يتوبوا إذا الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو يمروا كراما والذين على طول تلاقي صفات والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صم وعميان ولا يقول ربنا الصرف ربنا هاب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين هي دي علو الهمة واجعلنا للمتقين إماما بيكرر نعن ده في القرآن في هذه النماذج دايما وأنا أول المسلمين دايما هتلاقي قل إِنَّ صلاةِي وَنَّسُكِي وَرَحِيَ وَمَاتِي لِلَّهِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ربنا هنا بيعلمنا إيه علو الهمة يبقى النماذج دي لما منشوفها في القرآن حتى لو ملهاش اسم معين ربنا ما ذكرناش مين دون لكن ربنا بيعلمنا هنا إنك ممكن تكون كده ما أنت مطالب إنك تكون من عباد الرحمن ما أنت مطالب في سورة تانية سورة الأنفال إنك تكون من المؤمنين حقا كلمة عجيبة جدا جات في السورة دي بعدما ربنا ذكر صفات برضو قال إيه أولئك هم المؤمنون حقا بعدما ذكر صفات مهمة جدا ومطلوب مننا إننا نعمل للصفات دي إن أنت لما تسمع آياتي لا تزيدك إيمان إن أنت تنفق مما أعطاك الله إن أنت تقيم الصلاة للصفات اللي ربنا ذكرها في أول سورة الأنفال وبعدها في آخرها قال إيه أولئك هم المؤمنون حقا لما نسأل نفسنا سؤال وأنا مش مطلوب مني أكون من المؤمنين حقا مطلوب طب أطبق الحاجات دي أطبق إن أنا أكون من أول المسلمين أطبق إن أنا أكون للمتقين إماما معاني مهمة وبتعلمنا حاجة في يعني نحن في أحواج ما نكون إليها وهي علو الهمة لأن للأسف الشديد عندنا قاعدة إن الإيمان بيزيد وينقص إن لم يكن يزيد فإنه ينقص فإحنا دايما عايزين نكون من اللي عندهم رغبة في المعالي النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا بيقولنا إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسفاه إنك تبقى متدني الهمة إنك دايما كل اللي بتفكر فيه مين المطرب الجديد ومين الكليب الأخير ومين اللعبة الفلانية وطول النهار عمالين نلعب لا ربنا ما خلقناش لده ربنا خلقك لغاية أعلى فتلاقي هذه النماذج في القرآن اللي هي التابعة للأمثال القرآنية بتغرس فينا هذا الأمر بتغرس عدو والهمة وربنا سبحانه وتعالى ربنا أمثلة في القرآن بأناس يعني ما تشوف مثلا قول الله عز وجل حتى اتفقنا أن الأنبياء من الأمثلة اللي ربنا ضربها لما تشوف مثلا سيدنا إبراهيم عليه السباب ورب العالمين بيقول عليه وإبراهيم الذي وفى ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فأتمهن تمام إجابة 100% ما غلط شوال غلطة ربنا بيقول لنا القصة دي ليه عشان نعرف سيرة سيدنا إبراهيم لا القرآن مش بس كتاب خبري مش بس بيقول لنا أخبار لا الأخبار دي ليه قيمة أنك تشوف نموذج لواحد عالي الهمة لواحد عنده استعداد يضحي بأي شيء ويعمل أي شيء ونتكلم عن نموذج سيدنا إبراهيم بعد كده لكن المعنى اللي عايزة رسخ له من خلال هذه الحلقة أنك تفهم يعني إيه عنوه همه في القرآن يعني إن ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لنا هذه النماذج مش بيحكي لنا قصة مش حواليد هي لا دي ضرب أمثال لتعلوا الهمم تعلوا الهمم في العبادة وفي حسن الخلق وفي التعامل وفي الصدع بالحق وفي كل نعاح الحياة هتلاقي دايما النموذج القرآني نموذج علوه أسأل الله عز وجل أن يعلي هممنا وأن يغيرنا إلى أن نكون من أصحاب الهمم العالية أزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله القرآن يغيرنا لطريق الخير يوصلنا وللفردوس يدخلنا القرآن يغيرنا